موسيقى 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين تهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم موسيقى 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 ذلك الكتاب لا غيب فيه مدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنبقهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بأؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم برروا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويبدهم في قريانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت جارتهم وما كانوا مهتمين مثلهم كمثل الذي استرقل نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بمورهم ذهب الله بمورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورقد وبرق يجعلون أصابعهم في آدانهم من الصواعق هذر الموت والله محرقون يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشغ فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج منهم من الثمارات نفقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ربهم مما نزل على عبدنا فأقوا بصورة من مثلهم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فالتقوا النار الذي وقوبها الناس والحجار أعدت للكافرين ومشر الذين لمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها إن فارد نزقا قعدوا هذا الذي رزقنا منه قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزوات مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحين أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كفيرا ويهدي به كفيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقبون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تدفون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يديتكم ثم يحييكم ثم إليكم جعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض نميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خنيفة قالوا اتبعل فيها من يفسد فيها ويسحك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ما دع الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم للا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئون بأسماءهم فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أكن لكم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تهدون وما كنتم تبتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إن ليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سقن أنت وزوجك الجنة وقنا منها رودا حيث شئتما ولا تقرباها به الشجرة ولا تقرباها به الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما بما كان فيه وقلنا احذقوا بعضكم لبعض العظم ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التعواب الرحيم قل احذقوا منها جميعا فإما يتينكم مني هدا فمن تدعى هدايا فلا خوف عليهم ولا أم يحسنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحابنا لهم فيها خالدون يا بني إستراء ونذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفروا بعهدني أوفر عهدكم وإيايا فرهكم وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتعوا بآياته ثمنا وقليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الواقعين أتمرون الناس بالبذل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقبون واستعينوا بالصدر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائي لذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسه عن نفسه شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن نجيناكم من أهل فبعون يصرونكم صرور العذاب يذبحون أبلاءكم ويستحرون نساءكم وفي ذلك مبلاء من ربكم عظيم وإن فرقنا بهم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فبعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم غلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى أن الله هجعتم فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسنوى كلوا من طيبات ما وزعناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أمو نفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه الطلية فكلوا منها حيث شئتم وعدروا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حبة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا طالا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا وجزا من السماء بما كانوا يخصقون وإذ استسقع موسى لقومه فقل نبضي بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عيدا قد علم كل أناس ما شربهم كنوا واشربوا من بزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإن كنتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاجعلنا ربك ليخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وإفتائها 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 وفورها وعدسها ورصرها وعلى تستبدلون الذي هو أدنى بالذين وخير اهدقوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكرة وباءوا بغضبهم من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك باعصا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار ورصر بإن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا أولي أحسنون وإن أخذنا مينا قرم ورفعنا فوقهم وخذوا ما آتيناكم بقوة واجروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمكم لكونكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل لا لهم كونوا قردك الخاسرين فجعلناها لكالا لما بين يديها وما خلفها وما أعوة للمتقين وإذ قال موسى لغربه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقى قالوا أتتفقنا نسوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقعة لا فارغ ولا بكر عوانون بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقعة صفاء فاقع لونها تصور الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقعة شابها علينا إن البقعة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقعة لا تدونوا تدين الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فنبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسهم فاداعدتم فيها والله مخرج ما كنتم تكمون فقلنا برغوه ببعضها كذلك يحيي الله المرضى ويريكم آياته لعلكم تعقنون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشرب فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله لغافل عما تعمل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخذ بعضهم إلى بعدهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليعادتوكم به ريد ربكم أفلا تعقرون أولا يعلمون أن الله يعلم ما ينصرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمالي وإنهم إلا يظنهم فغير للذين يبتبون التدام بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشعروا به ثمنه وطليلا فغير لهم مما كتبت أيديهم وغير لهم مما يكسبون وقالوا لا ترسى النار إلا أياما معدودا قل أن دخلتم عند الله عهدا فلن يغلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحارطت به خطيمة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعلموا الصالحات أولئك أصحاب جنة هم فيها خالدون وإن أخذنا ميتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وبالقربى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حصنا وقولوا للناس حصنا وقالوا الصلاة ولا تزهجاتكم ما توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معربون وإن أخذنا ميتاقكم لا تسفكون دياءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقربتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء أقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم أساعة تفادوهم وإن يأتوكم أساعة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتمنون ببعض انتدار وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك من قبل الله الزرور في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون هناك الذين نشعروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعضه بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقبيلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء لهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بثل ما شروا به لأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء ومن عباده فباءوا بغضب على رضبه وللكافرين عذاب منين ومذابين لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليها ويكفرون بما وراه وهو الحق صدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قدر إن كنتم مؤمنين ولقل جاء لكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل منهم بعده وأنتم ظالمون وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقعوا أخذوا ما آتيناكم وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقعوا أخذوا ما آتيناكم بحوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بقس ما ينمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بقس ما ينمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمهن له أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم من الظالمين ولتجدنه أحصى الناس على حياتهم ومن الذين أشعرقوا يا رب أحدهم لو يعمروا الفسده وما هو بمزح سحيه إلى العذاب أن يعنقر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما فيدى يديه ورده وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكة ورسلين وجبرين ومي كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات من بينات وما يقفو بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدهم نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء رسولهم للعاد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين نوتوا الكتاب كتاب الله وراء برونهم وراء برونهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين لما بلا أموت وما موت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين الباء وزوجه وما هم بضالين به بالأحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد يعلموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتبعوا لما ثوبتهم من عيد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وظرنا واسمعوا ومن كافرين عذاب أليم ما يرد الذين كفروا من أهل التتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما لها سخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من ذون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من المقرب ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآلوا الزكاة وما تقدموا لأنفسهم من خير ما تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا مرحانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجههم لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أغلم من منع مساجد الله أن اهترى فيها السمو وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خرائفين لهم في الدنيا خسن ولهم في الآخرة عدام عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانا بلغوا ما في السماوات والأرض كل له قالتون بديع السماوات والأرض وإذا قضوا أمرا فإنما يقول له كنه فيكون وقال الذين لا يعلمون له لا يكلمون الله أو تدين آية كذلك قال الذين بروا قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوم ولم يكون الآيات لقومه يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا أسأل عن أصحاب جعيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك بمن الله من ولي ولا نصير الذي لا دينهم الكتاب يتنونه حق دلاقه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفرها شفاعة ولا هم يوصرون وإذ اهدنا إبراهيم ربه بجرمات وفاة أمين قال إني جاهلك للناس ما قال ومن ذريكي قال لا يهال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعينا القهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثهرات من تأمن منه وارزق أهله من الثهرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمدعه قليلاً ثم أوضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يوفر إبراهيم الغواعد من البيت وإسماعيه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأهلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التغوى قوحي ربنا وبعد فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وغصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تقوتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء الحضر يعقوب البوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كون هوداً أو نصاراً تهتبوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قلوا الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفدق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمدر ما آمنتم به فقد اتدروا وإن تغلوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك الله فسيكفيك الله وهو السميع العليم صدقة الله ومن أحسن من الله صدقة ونحن من العابدون قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أعلم مما كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة ودخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين شكرا